السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه جاي بركم النهاردة اكتر من نموذج لسيدة مختلفة يعتبر كده من جميع انحاء العالم جبتلكوا كذا واحدة هتشوفوا طبعا بقى كمان كده استيلات البيت عندهم جولات مختلفة هتبهركم وانا واسقة من كده ان شاء الله هتمنى طبعا كده الاول دقامكم ليه وللقناة هنا بلايقاتكم الحلوة وتشجعكم كمان معايا وتعالوا نشوف طبعا كده اول سيدة وهي السيدة الصينية اللي طبعا مشهورة بها كده بتوفير قول المنظمات والادوات التكنولوجية الحديثة عندها في البيت وقول ده اكيد طبعا بيوفر لها وقت وجهت كبير جدا تخيالي كده ان كل حاجة تكون متاحة بالنسبالك منظمات ادوات مطبخ حديثة حاجات مثلا ممكن تبقى فيها الاكل بسرعة جدا زي الاواني والحلل اللي طالعا اليومين دوت بقى كده كمان بطايمر معين يعني مش محتاج ان انت توقفي جنب البتاجاز لفترات طويلة انت بتحطي اي طبيخ انت عايزة وبتعامل لوحده زي ما بيقوله تعالوا نشوف كمان كده برضو حتى المنظمات اللي احنا بنشوفها البسكتات طريقة التنظيم والترتيب قد ايه فعلا بتفرق جدا معيكي شايفين برضو كده طبعا بقى العلب بتاعت التوابل شكل التلاجة من جوا هنكمل مع بعد كده الفيديو ونشوف كمان حتى تنظيمها لتحت الحط بيفرق قد ايه شايفين طبعا بقى كده شكل المنظمات اللي حطاها حلوة جدا مين فينا دلوقتي كده وهي قعدة بتفكر تجيب كل المنظمات دي وقد ايه بالفعل فعلا بتغير لك شكل المطبخ ويمكن البيت كله عندك يعني مش على قد بس كده المطبخ بل بالعكس لو انتي عندك مساحة المنظر دايقة ممكن تاخدي كم فكرة من دول تنظمي بها الدنيا انتي بقى كمان بقى الناس اللي تقولك المطبخ بتاعي صغير او الحمام عندي حجمه صغير بعد الافكار دي كلها طبعا طريقة تنظيمك وتفكيرك لكل حاجة هتختلف جدا تعالوا نبص كمان كده على المطبقية من جوا شايفين برضو الارفف اللي حاطتها يعني تنظيم مختلف جدا كل حاجة بالفعل بتتغير مجربة مناخد افكار من السيدات اللي زي دي والنسبة طبعا بقى للناس اللي هتسألني احب اقولكوا ان المنظمات دي كلها متوفرة دلوقتي في اماكن زي امازون وعليبابا وعلي اكسبريس وغيره كمان تعالوا كمان دلوقتي ندخل كده على سيدة اجنبية وطبعا هيا دي بقى بتستخدم المكونات الجاهزة في التنظيف خلطات سريعة وتنظيف سريع وندخل دلوقتي كمان كده على سيدة عراقية انظمها وترتبع مختلف جدا وقد ايه بالفعل قدرت توفل نفسها كل المنظمات اللي احنا بنشوفها يمكن عالسوشيال ميديا وقد ايه بتسير الجدل بكل المنظمات والافكار بتاعتها وزي ما قلت لكم المنظمات دي موجود منها افكار كتيرة جدا اسعارها ممكن تكون بسيطة واسعارها كمان مبسلة لناس كتيرة يعني بقدر الامكان بحاولها ارضي جميع الاطراف زي ما بيقولوا كده ونستغل لكل الفرص وتعالوا كمان نشوف هنا السيدة اللي قدامنا دي قدرت برضو تستغل تحت الحط بمنظمات سعرها بسيط وفي متناول الجميع الباسكتات دي اظن طبعا بتشوفها في اماكن كتيرة حجمها قصير كده وحجمها يمكن مش كبير قوي بس بالفعل شلت معاها كمية كبيرة بدل طبعا ما تكوني مش عارفة تحط الحاجات دي فين او تسبيها برا كده في المطبخ بيبقى شكلها مش لطيف ابدا انما الافكار اللي زي دي كلنا مفروض بالفعل نتعلم منها ومش معنا ان احنا بنرد الافكار دي بقى لازم كلنا نطبقها في ممكن حاجات تكون نقصاني غير اللي نقصاكي او احتياجاتي غير احتياجاتك كل واحد فينا اكيد بيشوف ايه اكتر فكرة ونسبة ليه وبيحاول طبعا ان هو بيطبقها ونيجي نبص كمان دلوقتي كده على شكل المكان هنا بعد ما اختلف معنا والنظام بالفعل غيره حتى لو المطبخ بسيط يا جماعة زي ما قلتلكم بعرض لكم في الفيديو الواحد اكتر من مطبخ او اكتر من منزل بمستويات مختلفة وطبعا بقى اكتر حاجة بدينا كلنا في المطبخ استجده وهي تتحرك معاكي عرقم طبعا ان فيه ناس كتيرا بتفضلش فكرة استجده في المطبخ وفيه ستات تانية كتيرة جدا بتفضلها فاحنا عمتا كده طبعا بنرضي جميع الازواء وبنعرض جميع ديكورات تعالوا نشوف كمان برضو كده روتين سريع بقى لتنظيف البتاجات سواء طبعا كده بتعمل خلطات الجهزة او الخلطات السريعة اللي ممكن تكون طبعا بقى بتجيبيها من السوبر ماركت او من الهايبر وكلها كمان طبعا مفاعلها بيكون سحري جدا المهم طبعا مجرد ما بتخلصي كده التنظيفات دي بتبديك كمان بقى في تعقيم الحوض عندك والرقامات وطبعا المنظفات دي ازاي ما قلت لكم بالفعل بتسعف معاك في الوقت فيه ستات بتفضل تعمل حاجات دي في البيت او ممكن مفيش عندك وقت تنزل تشري حاجة من السوبر ماركت ومحتاجة تنظيفة سريعة فطبعا ساعتها بتلجيلي المواد الكيموية او الخلطات اللي انت ممكن تعمليها في البيت معاك المتوفر المنتج ده في البيت طبعا تقدري تعملي اللي انت عايزاه المهم احنا بنارد كل المنتجات سواء طبعا المعمولة بيديك كده في البيت او طبعا اللي انت شريعة جاهزة زي ما انت حب وطبعا في النهاية بقى التعقيم مطلوب بعد الخطوة اللي انت عملتيها دي لان طبعا مش هننكر ان الحض انت بتخسلي فيه برضو بقى الخضر والفاكهة بتوك بتخسلي فيه اللحوم بتاعتك والخضروات يعني كل حاجة لازم ان تكون حواليك متعقمة وزي الفل وازن طبعا السيدة اللي قدامنا على الرغم من البساطة اللي موجودة عليها المطبخ لكن بالفعل كان كل حاجة شكلها بتلمع وزي الفل وندخل كمان دلوقتي كده على السيدة عراقية والنظام والترتيب بالنسبة لها كان عامل ازاي كانت طبعا بقى الشريعة طام اللي قدامنا ده جديد وقبل ما بالفعل كده تبدأي تحط فيه اي حاجة لازمان طبعا كده تخسليه لغسلة المتينة بتاعتك وليبدأي كمان تصفيه وتزبطيه كده زي ما بيقولوا ولازم انتخالي الحب بتاعك يلمع زي ما احنا شايفين وبعد كده طبعا بقى تبدأي تحط فيه الحاجات بتاعتك زي علب الكاندي تحط فيه الشوكارتات تحط فيه البن الشاي القهوة زي ما انت حب دي كلها طبعا بقى بتبقى حرية شخصية واختيارات محدش اكيد بيكبرك على حيض وكمان بنشوف كده دلوقتي هنا شاكل البيت وتنظيمه وترتيبه قد ايه بيختلف تماما نتكمل مع بعض كده هنا كمان الفيديو ونشوف كمان برضو العلب بقى المنظمة بالليبلز بتاعها بطريقة طبعا بقى رضو تغسلها وتنظيمها وتبدأي تحط فيها البهارات والمنظمات بتاعتك وتحط عليها بقى الاستيكر من بره الخاص طبعا بكل منتج او خامة انت هضفيها في العلبة دي واكيد طبعا بيبقى شكلها حلو جدا طبعا بقى غسلتها هنا كده بالقراز بتاعت غسلت الاطباق وبالفعل لازم انتعقمي الحاجة حتى لو انت جايبها جديدة قبل وتبداي تحط فيها اي حاجة عندك في البيت دي كمان دلوقتي كده بقى الجولة سريعة هنا في الصالة دي قد ايه بقى الالوان متنسقة الديكور شكله حلو شكل الدنيا هادي جدا ويمكن طبعا ده بقى اللي كلنا بندور عليه حابة دلوقتي طبعا بقى كانت ميلي الالوان الفواتح والتنظيم والترتيب اللي احنا بنشوفه وقد ايه بيخلي شكل البيت هادي ومنظم جدا وندخل هنا دلوقتي كمان كده مع السيدة دي عسكة بقى الكيك طبعا بقى تزيينه وتنظيمه دي حاجة في ايدي كانت حابة بقى تحطي طبعا اضافات معينة تزبطي الدنيا دي حاجة ترجعلك وزي ما احنا عارفين فيه ستات كتيرة جدا ما بتقدرش اتعدي يومها كده من غير فوزة الورد المنظمة عندها في البيت بتحس ان دي بالفعل اللي بتديها الطاقة الإيجابية اللي هتكامل بها يومها اشتركوا في القناة وندخل كمان دلوقتي مع بعض كده جولة سريعة في قوضة النوم هنا وتنظيمها وترتبها والبساطة يا جماعة اللي بتوديك في دنيا تانية خاص شايفين قد ايه الابداع بيفرق معينة وكمان دي قرات والالوان الهادية هي اللي بتحسسك ان انت بالعكس مالكة في بيتك يعني انت بقى الفوضى والكركبة والالوان الكتيرة بل بالعكس الالوان البسيطة هي دي دلوقتي بقى الموضة وكمان بتديك راحة نفسية كبيرة جدا تعالوا كمان دلوقتي كده ناخد فكرة بقى على تنظيف غسلت الاطباق هنا بالمكنسة اليدوية او المكنسة اللي بالبخاري القدامنا دي شايفين بقى هنا بتوصل معاني الاماكن قد ايه بتعقم وتنظف واتغير لك كمان الريحة الصعبة اللي ممكن تكون موجودة تعالوا نشوف كمان بقى كده الصواني بتقدمات القهوة اللي بفعل بتفتح النفس يعني لو انت بس كده قاعدة عند حد وبتشوي فنجاني القهوة ده هتحس ان انت مش عايزة حاجة تانية خالص كل حاجة متاحة بالنسبة لك قد عد الشقراطة وكاسة المية هنا كمان برضو كده بقى فنجاني القهوة المعتبر يعني ان الاخر كده مش عايدين حاجة تانية ونشوف كمان دلوقتي مع بعض بأكل قدام منزل الصيني بكل الدكورات والألوان المتنسقة اللي فيه وكل حاجة كمان يعتبر ما بينهالنا ومضحالة ازاي قدر يغير شكل البيت ده من مكان فاضي لمكان مدرن وشي جدا وكمان العفش اللي فيه مش كتير بل بالعكس حاجات بسيطة بس الألوان حلوة جدا لو عجبكو فيديو النهار ده هستنى لايكاتكم واشتراكاتكم واشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة